أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ضرورة تحول ثقافة التعيش والتسامح وقبول الآخر إلى ثقافة شعبية ومجتمعية في مختلف المجالات وذلك في مواجهة خطابات الكراهية والتمييز جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي المنعقد بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان التعيش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا المؤتمر أبلغ دليل على عظمة النموذج المصري في ترسيخ أسس التسامح الديني والتعيش الإنساني ويعقد المؤتمر بحضور رئيس جامعة الأزهر ونيابة عن شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بتريارك الكرازات المرقصية وعدد من القيادات الدينية والأكاديمية